السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا وصفتنا لنا هاليوم تحلية راقية بزف بنينة هالتحلية رح تكون مقادر بسيطة طريقة العمل تحاق سهلة وتقدروا تحضرها يعني في عشر دقايق متشتش كامل يد نمروا مباشرة نتعرفوا على مقادر الوصفة وطريقة تحضيرها جبت اللي هنا كاسرونة نحط فيها 3 مغارف كبار سكر عادي والمغرفة متكونش معمرها مليح وجبت هنا يا صفاية نحط فيها زوج مغارف كبار نشام ومغرفة كبيرة كاكاو بني مر متستعملوش الكاكاو الاسود خدموا بالبني المر يعطيكم نتيجة خير جوزتهم عكا في صفاية ومباد نزيد عليهم زوج كيسان حليب وحجم الكاس هو 220 ميلي لتر معندها هنا يا كمية الحليب اللي حنستعملوها هي 440 ميلي لتر نجيب هنا فوي ونخلط هاد المكونات ونبعد نحط هاد الكاسرونة على نار متوسطة ونبقى غين نحرك حتى هاد الكريمة تتقال عايلي كهنا يا الكريمة بعد ما تقالت راح تولي بهاد القوام نبقى هكا غين نحرك فيها ونبعد نزيد لها مغرفة كبيرة شوكولاتة الطلي انا في هاد الوصفة راح نستعمل نوفيلا نحط هكا مغرفة كبيرة وكيما شفتوني ما حطيت حتى نكهة لهاد التحلية لخطرش هاد شوكولاتة نوفيلا جاي بينوك هاد البندق معندها هكا تحلية تاعي راح يضكها بذوق البندق نحرك هكا بالزربة ما تتوقفوش كامل يعني لازم كتكونوا تخدمو تكون يدكم خفيفة ونبعد جيبت هنا يا الكوؤوس لي حنقدم فيهم هاد التحلية ولا تقدروا تستعملوا هادو كليمول تاع ستابع عشرين الف ونحط هكا كمية غير قليلة من كترج لخطرش ما زالوا كينين طبقات وحد اخرين هنا ما فرقت كامل كمية خليت هاد الكمية ونبعدها نسحقها نحطها بجيها ونبعد نجيب هنا يا بيسكوي هنا ستعملوا اي بيسكوي تفضله بصح مين الاحسن تخدموا بهذا ماكسون جاي بنين وجاي رايح للمرورية هكا تحلية تاعنا راهي حلوة مدى بينا نديروا لها بيسكوي شوية مر بش ما تجينا حطيت في كل كاس زوج مغارف صغار ونبعد نسقمهم بش الشكل يجيش باب ونبعد ندخل هاذ التحلية نحطها في الثلاجة نخليها حتى تبرد تماما لازم تبرد باش نديروا الطبقة الاخيرة وكلي قد لكم في الثلاجة يعني نقصد لكم من تحتها مشي في الكونجيلاتور نروحو دوكان نحضروا اخر طبقة حطيت هنايا نصف كاس شانتييه نزيد عليها قل من نصف كاس حلي بيكون بارد مغلاسي ونبعد نجيب الباتور ونضرب هاد الشانتييه حتى نتحصلوا على كريمة تكون متكاثة وهنا برك حبيت نذكركم بلي هاد الوصفة راكم حتلقاوها مكتوبة على كوكباد معليكم غير تحملوا هاد التطبيق وتدخلوا صندوق الوصف راكم حتلقاو رابط حسابي على كوكباد ورابط هاد الوصفة مكتوبة بالتفصيل اهنا هاد الكريمة شانتييه بعد ما ضربتها مليح نعاود هنا نجيب هاد الكريمة اللي كنت خليتها مقبيلة ولازم تكون باردة لو كانت تكون سخونة شانتييه حتدوب لكم كامل ونفرخها ونبعد نزيد نضرب هاد الكريمة ونضربها مليح حتة تولي بهاد القاوة نطفي هنا يا الباتوغ من زيش نختم به وجبت هنا هاد الكيس الحلواني نحط فيه الكريمة باش تجيني العملية سهلة ولكوكوس تاعي راهم بردو ونبدأ نحط في الطبقة الاخيرة هناك تكونوا تخدموا خدموا غير بشوية باش تجي الخدمة تاعكم من القية وجي شربة حطيت هكا كمية متكتروش بزاف ونكملهم كامل بنفس طريقة ونروحوا لمرحلة التزيين بالنسبة للتزيين هنا يارشي تغير شوية هاد شوكو الأنواغ ماشي حلوه انا بالعاني درتها باش ميجينيش كلش حلو في حلو ومن فوقها راح نزيد حبات بيسكوي ماكسو يعني هدا هو البيسكوي اللي كنت رحيته انا راح نكمل نزيينهم كامل ونوريهم لكم في طبق التقديم وهذا هو الشكل نهائي لتحليتنا لنا هاليوم كيما شفتوا تحلية بسيطة بصحة ذوق تحب زاف هايل يعني جربوها لبالي كامل رايحة تعجبكم نقرب لكم هنا شوفوا كيفش شكل تحاجة شكل راقي حاجة بخيزنطابل تقدروا تقدموها لضيفتعكم يعني حتحمر لكم وجهكم اسوا في الديكور ولا في البنة نقسمها هنا معاكم باش شوفوا ها كيفش جد جد خفيفة وما جدش كامل حلوة بسف يعني الحلاوة تحاجت في المعقول وصلنا دوكا نهاية وصفتنا لنا هاليوم نتمنى انها تكون عجبتكم واذا عجبتكم وجربتوها ما تنسوش تبعتولي تطبيقاتكم على كوكباد دوكا ما بقى ليغني نقولكم تحلوا في روحكم ونتلاقاوا ان شاء الله في وصفات اخرى عن قريب مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة